بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بكم هانا ان شاء الله هنكمل سلسل الفيديو ها الدي ترميناتور اللي يبدأ الفيديو رقم 27 كنا منتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي كنا اتكلمنا يا جماعة على احنا لسه مكملين في موضوع ان احنا احنا عايزين نعمل بيئة من خلالها نقدر ان احنا نصطب نسخة ويندوز بكل برامجها على مية جهاز وقلنا هنستعمل في سبيل ان احنا نوصل للعملية دي هنستعمل اداتين حاجة اسمها مايكروسوفت ديبلايمنت تولكيت ويندوز ديبلايمنت سيرفزز تمام فكنا بقلنا حوالي اربع فيديوهات شغالين في الموضوع ده بنجاهز البيئة دي عشان نقدر نشتغل وننفذ اللي احنا عايزينه وقلنا ان احنا كلنا بنستعمل الخطوات او ماشين عشان ن نعمل اللاب ده او البيئة دي عن طريق واحد اسمه ديفيد راجل عمل لاب او عنده قناة على اليوتيوب عامل لاب ازاي ان انت تعمل مايكروسوفت ديبلايمنت تولكيت ودابيو دي اس مع بعض عشان تقدر ان انت تفرد نسخة ويندوز على اجهزة كتير وراجل عمل دوكيمنتيشن محترمة جدا عمل خطوات تمشي عليها وعمل ملفات تخدها سكريبتات مش عارف ايه فكل كلام ده كله هو احطه وعمله شكله منظم جدا وانا انا انت ناوي ان اا انا اخد Laypped đas ادمجه في اللاب بتاعي وهزود عليه شوية حاجات او مقلهاش وهكمل شوية حاجات او ما اعملهاش وهحاول ان انا انا اثر شوية ببعض الفيديوات اللي هو عامله او في بعض الخطوات اللي هو suggesting maybe some other action i'm using. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على ايه بنتكلم على واحدة من الخطوات دي او واحدة من الحاجات اللي انا عايزة اعملها كان هو عامل جزء لو تذكروا فيه the 거의 that is TV دي اللي احنا لو خلينا جابهالكو كده مع بعض الpre cad اللي هي دي يا جماعة دي كان الراجل حتطلق فيها شوية برامج هوا محتاجها عشان نعمل بيئة الام دي تي والدابي دي اس برامج على نسخ ويندوز على 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 حاجات كتير جدا جدا تمام فده اخد وقت طويل جدا 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 مننا لو تفتكروا خلاص فانا كنت الفيديو اللي فات بحاول لقي طريقة ان احنا نسهل الموضوع ده خلاص ان احنا نخلي بدل ما ناخد ساعة في كل الخطوات دي كلها ناخد اقل فعملت ايه ببساطة استعملنا لو بصينا هنا استعملنا حاجة اسمها evergreen app ده عبارة عن كوماندات شوية كوماندات بتتحطي على الpowershell من خلالها تقدر ان انت تاوتوميت او تعمل عملية اتمنى لتنزيل البرامج ومش تنزيل البرامج وبس تنزيل البرامج باحدث نسخها بلغة البرنامج اللي انت عايزها بالاصدار اذا كان الاصدار ده تجريبي ولا نهائي باذا كان msi ملاف msi ولا exe file كل الكلام ده كله شوفناه مع evergreen وشوفنا زي نوفر علينا وقت طويل جدا بدل ما انت لازم تبقى حافز url او الرابط اللي تقدر تجيب بيه بي البرنامج او نسخة الويندوز لا هو evergreen عارف الرابط فين وبيحدثها باستمرار يعني لو الرابط يتغير هو بيعرف انه يتغير وبيديك البرنامج من غير ما تبقى تقعد انت لازم تبقى فاكر الرابط في دماغك او تقعد تدور عليك فالevergreen عمل الكلام ده كله جاب لنا كل البرامج اللي احنا عايزينها وشوفنا انه evergreen app ما بينزلش كل البرامج في بعض البرامج هو مستمتع او ما بيدعمهاش فاللي evergreen app ما بينزلوش وردكو طريقة تانية ازاي ان احنا بpowershell command نقدر ننزل البرامج اللي evergreen app ما بينزلهاش او ما بيدعمهاش بشرط ان الرابط يكون ثابت في بعض المواقع روابط التنزيل بتاعتها ثابتة فممكن تستعمل powershell command ان انت تنزل البرامج دي ومش كده وبس ممكن انت كمان لو البرامج اللي نزل اسمه مش عاجبك ممكن تغيره هو الexify او الامس i-file المهم زبطنا لدي كلها الفيديو اللي فات وشوفنا ازاي ان اختصرنا وقت طويل جدا 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 طيب ايه بقى اللي هنعمله الخطوة دي او ايه اللي احنا هننفزه الراجل وهو بيدينا الحاجة هو الراجل عامل يعني عامل زي folder اسمه mdt lab ده في كل الحاجات اللي هو هيستعملها في اللاب بتاعه وقال لك ان اول حاجة prequisites اللي هنشوفناها مع بعض دي اللي هي ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان ننفز بيئة العمل mdt دلوقتي نخش على رقم اثنين اللي هي الخطوات بقى الراجل عامل شوية خطوات اللي هو هنبتدي بقى نعمل اللاف فعليا ازاي هنكريت ال virtual machines ازاي هنكريت السيرفرات تمام هنديها رامات قدي ايه هنديها processor قدي ايه هو الراجل عاملها بشكل منظمة اهو عاملها هنا يا جماعنا سابين مثال اهو عاملك بيقولك ان انت مثلا محتاج اللاب كله محتاج 500 جيجا اه يعني هارد اسك 500 جيجا ومحتاج رامات من 16 ل 32 ده بيتكلم بشكل عام يعني اللاب كله على بعضه كل السيرفرات اللي هي عاملها تمام محتاجة هارد اسك توتال 500 جيجا ونازم يكون ssd مش هارد عادي او nvme نوع معامل هاردات سريع جدا يكون عندك رامات من 16 ل 32 يكون عندك vm workstation pro قلناك vm workstation pro احنا قريدي بشغلين virtual box فمش محتاجين الكلام ده خلاص ال operating system هبتدي بقى ايه حدد لك هنعمل server domain controller وهنعمل ده اللي هو كدبان هنعمل server domain controller وحاجه اسمها network gateway وهنعمل file server و mdt server تمام بصوا جماعا الجزء ده كله احنا مش هننفز منه كتير ليه لان احنا already عندنا البيئة بتاعتنا احنا عندنا domain controller وعندنا additional domain controller وعندنا file server وعندنا DHCP وعندنا كل حاجة وعندنا internet access فكل الكلام ده كله احنا مش محتاجين ان احنا ننفزه احنا بس هنحاول ناخد شوية حاجات من اللي هو كدبه يعني على سبيل المثال هو مدي هنا شوية تفاصيل او شوية tweaks لما بتخش على السيرفر مثلا مثلا على سبيل المثال بتقفل server manager او server manager انتو عارفين server manager ده اللي هو ايه لو عندك windows server بتفتح بيطلع لحاجة اسمها server manager يعني زي وجهة من خلالها بتتمنج السيرفر كله او بتقدر تتحكم في السيرفر كله دي بتطلع automatic او لو بتخش على وينزو بتطلع كالserver manager دي او منساميها dashboard او او الابليكيشن حاجة اسمها server manager من خلالها بتقدر تتحكم في السيرفر كله تضيف حاجات تشيل حاجات المهم مثلا من ضمن الحاجات اللي هي لان انت متخليش السيرفر مانجر يفتح automatic لو عايز تعمل حاجة في السيرفر افتح السيرفر مانجر بيدك مش لازم ان هو يقوم مع السيرفر او مش لازم يقوم مع الويندوز او يتفتح مع ويندوز اوتوماتيك اول ما تحط اليزر بتاعك وتفتح السيرفر مانجر يفتح لا هو شايف انه ده مش مناسب وبياخد مرامات وده صحيح جدا تمام شواء التفاصيل عايزك مثلا عسبيل مثال السي انت مثلا عندك ال partition سي عالسيرفر لو نلاحظ مثلا عسبيل مثال طبعا الكلام ده كل يا جماعة انا هقوله دلوقتي وهاشرحه بس انا بكلمكوا على الخطوات اللي هو الراجل هو الراجل واضح انه هو راجل محترف تمام هاللاحظ مثال السي هنا هو عايز بدل ما يبقى اسمه local disk هيسمي ايه هيسمي ويندوز هو عايز يسمي السي عالسيرفرات ويندوز عشان اللي يقف على ال partition يفهم انه السي دي ويندوز طبعا يا جماعة احنا كلنا عارفين من السي ويندوز بس يعني نوع من انواع التنظيم الترتيب خلاص والراجل كتب شوية حاجات على سبيل مثال hide extensions for non files احنا مثلا عارفين على سبيل مثال ان انت مثلا اي ملف في الويندوز لو بتشوفوا الملف هنا ايه فاخروا الاكستنشن او نوع الملف عالسيرفرات بتبقى العمليات دي مخفية لا اسم الملف بس بس النوع بتاعهم الظاهر تمام احنا في السيرفرات لانحب نشوف الملقة افرد ان انا مسلا عسبيل مثال انا مسلا ككريم عارف ان ده ايكون الاكسل مسلا سبيل مثال بس في واحد تاني ما يعرفش طبق ممكن يكون ما يعرفش او ممكن تتشابه الايكونات مع بعض على سبيل المثال فانا محتاج ان انا بقى شايف داي من الملف والاكستنشن بتاعه او نوعه فهنا بيقولك مثلا ايه لا بيقولك هنا hide extensions for non files دي الاوبشن ده احنا هنشيل من عليه العلامة عشان الملفات تظهر لي بالاكستنشن بتاعه وشوية تفاصيل تانية صغيرة يعني هو راجل هنا كاتب شوية تفاصيل وحاجات هو شايف انها مناسبة كراجل محترف ان ان انت لما تيجي تعمل نسخة الويندو مثلا تخلي السي يتسمى ويندوز او change name of C to windows تخلي الاسم مش عارف ايه open file explorer to this pc حنشوفها دلوقتي برضو الحتة دي تمام السيرفر مانجر تقفله او متخليوش يقوم مع الويندوز اوتوماتيك اا الباسوا مثلا الساوند لو فيه السيرفر مثلا عليه الصوت اميبلوا الصوت رغم من ان 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 افتح الصوت على السيرفر ايه يعني ايا كان والtime zone انت تفاصيل انت تصبط التوقيت طبعا دي اول حاجة عملناها لو تفتكرو احنا اول ما عملنا السيرفورات زبطنا التايم زون وعندنا الاسكريبت عندنا اكتف داريكتري لوجن سكريبت بيزبط التوقيت فهي شوية تفاصيل احنا هناخد من الملف ده كله او الستيبس دي كلها هناخد اللي يناسبناه فقط الجزء بخاص بي ان احنا نعمل دومين كنترولر وجيت وي وفايل سيرفر التلاتة دول احنا قردي عندنا موجودين خلاص بلاش جيت وي عندنا الدومين كنترولر وعندنا الفايل سيرفر وعندنا دي اش س بي وعندنا كل حكا فاضل بس الخطوة بتاعة الام دي تي حايزين نعمل ام دي تي او عايزين نسطب الام دي تي وده غالبا هنسطبه على الفايل سيرفر خلاص هو هنا مديله سيرفر منفصل وهنا لو تلاحظوا كاتب لك ايه بعض المواصفات بيقول لك لا بص ده لازم ياخد تمانية جيجا وهارد ستين خلاص هياخد هيعمل تلات هاردات يعني هيحط على السيرفر ده تلات هاردات برامج مثلا هتتحط على واحد ونسخ الويندوز نفسها هتتحط على واحد تاني او الـ Capture Image اللي هو نسخة الويندوز بالبرامج هتتحط هنا مثلا المهم هو راجل مدي تفصيلة كده معينة طبعا المواصفات اللي هو كاتبها دي ما تمشيش مع اللاب بتاعي او ما تمشيش مع اللاب توب بتاعي اللاب توب بتاعي كل اللي فيه هو اي كور 5 او اعتقد اي كور 3 كل اللي فيه هو عندي اربعة بروسيسور وعندي 8 جيجا رام فالكلام اللي هو كاتبه ده هنحتاج نعدل فيه شوية يعني السيرفر مثلا دومين كنترولر لا مش هيبقى 2 جيجا هنعمل له 1 جيجا بس خلاص الفايل سيرفر واللي هو عليه الMDT ده انا هديله شوية رمات زيادة ده هيبقى 4 جيجا مثلا انا عندي ده هديله 4 جيجا بس هحط الMDT على الفايل سيرفر فبالتالي وهخليهما 4 جيجا بس مش هقدر ادي ده 8 انا كله هقدر اديه 4 جيجا يبقى عندي اربعة جيجا والدومين كنترولر واحد جيجا خلاص فيعني خمسة هنشتغل بخمسة بالتاريب خلاص كده عشان بعد كده المفروض اعمل مكنة هسطم عليها ويندوز واعمل كابتشر ايمدش فدي برضو هتخد لها حوالي اثنين جيجا لما تيجي تحسبوا تقريبا الحزبة انا عندي تمانية جيجا اقدر استغنى عن كام الوبراتنج سيستم بتاعي او الويندوز بتاعتي على هست تقدر تشتغل بتلاتة اقدر انا استغنى عن خمسة المهم يعني في جميع الاحوال اللي هو كذبه ده لو حد معا مواصفات قوية شوية انما انا هوريكم ازاي تستغلوا المواصفات واحد عنده لابتوب زي حالتي كده على قده تقدر ازاي تستغل امكانياته في ان انت تشغل ام دي تي لاب بالكامل طيب خلينا نشوف بقى الراجل هنا هيبتدي يشتغل ازاي ونشوف ايه لبعض الخطوات او ايه بعض التوصيات اللي الراجل عاملها ايه اللي احنا ممكن نعمله في الويندوز ازاي نعدل شكلها ازاي نزبطها وفي شوية حاجات هو فيه وفي شوية السكريبتات برضو هيستعملها فخلينا نشوف هو هيعمل ايه في الويندوز انا مبدئيا كده مش هاخد كل الخطوة كما قلتلكم هاخد الحاجات اللي انا هستفيد بها فقط انا قريدي مجهز اللاب بتاعي خلاص ايه دي هنروح الام دي ده الفولدر بتاعه هنفتح فايلز خلاص و ايه دي الخطوة بتاعت النوتس بتاعته و ايه دي الستمس دي اللي احنا هنبتدي نستعمله هو هنا بيبتدي بيفترض ان انت ما عندكش دومين كنترولر ما عندكش فايلز سيرفر ما عندكش اي حاجة خالص هيتبتدي من الصفر في حين ان احنا اريدي اعملنا كل الكلام ده كله فمش محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده كله وفي شوية كماندات بالمناسبة في شوية حاجات هناو لو تلاحظوا خلينا نقولكوا هناو دي شوية كماندات من خلالها على سبيل المثال ده هتسطب النيتفريم تلاتة خمص هنسطبه على الفايل سيرفر او على الميكروسووي مينت سيرفر اللي هو يعني ده نقول انحنا هنسطب الميكروسوو siamo الويندوز مينت سيرفزز على الفايل سيرفر حلص هو عايز على الفايل سيرفر يحط النيتفريم تلاتة خمس خلال الصطر اللي بعده ده هيحول هذه نسخة دي حين هيعملنا压 اكتيفية دي نسخة سيرفر ستندرد هيحط لها الـ Key الـ Activation Key بتاعها عشان إيه يـ Active أو يـ Active النسخة خلاص طبعا ده يا جماعة إيه شميسمها Global Volume License Key يعني ده مجرد key أو مجرد عبارة عن السيريال مؤقت لمدة 180 يوم خلاص وهنا بيقول لك Accept Iola يعني اللي هي License Agreement يعني اللي هي License Agreement بتاعت الويندوز ما تعملش restart خلاص وهنا عايز نستطع بالـ BitLocker احنا مش هنستطع بالـ BitLocker على الفعل سيرفر خلاص وبعدين هنا هنستطب خاصية الفايل سيرفر دي قرد لاذا احنا عملناها قرد احنا نستطبون خاصية الفايل سيرفر وبعدين حاجة اسمها برانش كاش دي حاجة ليه علاقة بالفايل سيرفر دي بتصرع يا جماعة عملية البرانش كاش دي تحديدا دي بتصرع عملية الديبلويمنت يعني احنا دلوقتي لما هنيجي اعازين نفرد نسخة ويندوز على اجهزة كتير عملية نقل البيانات ما بين الو دي اس وما بين الاجهزة دي اكتر خلاص وبعدين في حاجة اسمها data duplication ايه data duplication دي دي خاصية على file server وظفتها في الحياة ان لو لقيت اي data متكررة تشيلها تمام بحيث ان اتوفر لك مساحية يعني دي ببساطة شدة جدا فكرة data duplication هو بيشوف ايه ال data المتكررة ويحاول انه هو يوفر مساحة من عن طريق ان الحاجات المتكررة دي يقللها هاي طبعا انه هو ما بيدلتش الحاجات المتكررة بس هو بطريقة ما بيقلل المساحة او مش بيقلل المساحة بيكترلك المساحة يعني على سبيل مثلا عندك الملف مثلا عندك منه النسختين خلاص وهو بيخلي النسختين زي ما هم بس بطريقة ما المساحة بتقل مش هقولها دلوقتين ان هي طريقة مش معقدة بس مش هنحتاج نفهمها قوي انما نفهم ال data duplication دي ان هو بيقلل او الملفات المتكررة بطريقة ما بيحاول ان هو يستغل الملفات المتكررة دي في ان هو يزود المساحة على الفايل سيرفر او يزود المساحة على الهردسك خلاص بيسموها حاجة اسمها بيقلل اللينكات او بيخلي بدل ما تشاور على ملفين بتشاور على ملف واحد يعني هي قصة كده technique انا مش محتاجة فهمها قوي بس ده بعض الحاجات وكل الكلام ده كله هيتطبق فين؟ هيتطبق على الفايل سيرفر خلاص؟ اغلبه يعني هيتطبق على الفايل سيرفر طيب خلينا نشوف الراجل هيعمل ايه؟ يبقى نيجي ال steps وبعدا نبتدي نفتح بقى ايه؟ هنفتح الفايل سيرفر بتاعنا طبعا هنفتح الاول virtual box طبعا لو نلاحز هنا ايه؟ بصوا جماعة هنا ده واحد جيجا هتلاحزوا ان هي المواصفات بتاعت ده primary domain controller ده واحد جيجا تمام؟ وفيه اتنين hard disk يعني موضوع بسيط قوي واحد جيجا كفاية جدا الفايل سيرفر وده اللي هيتحط عليه Microsoft deployment toolkit والWDS ده تلاتة جيجا خلاص؟ فيعني دي الفكرة وده processor واحد وده processor واحد خلاص؟ فيعني ده اللي نقدر نشتغل بيه حالياً وممكن بعد كده هزوده يبقى جيجا كمان يبقى اربعة بحيس ان يبقى اربعة وواحد يبقى خمسة وباقي الرامات باقية التمانية تبقى للمكنة او تبقى للهوست او تبقى للجهاز اللابتوب بتاعي تمام؟ خلينا نشوف كده ونفتح بقولكو بردو ازاي بعدين ازاي نحن نقدر نستغنى عن شوية خدمات نقدر نخلي بيها Microsoft deployment toolkit server او WDS يكون اسرع خلاص؟ نلاحز حاجة هنا يا جماعة بصوا يلاحظوا انه مفرودي كان زمان بتظهر فيها اللي هي يعني بتظهر لون هزرق دي الخلفية لون هزرق خلاص؟ وكان بعمل control alt delete بيطلع علي اللي هي رسالة تقدمية بتاعت ال domain welcome to sky net domain كذا 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 ازاي قدرت ان انا اخلي بدل خلفية الزرق دي اخليها بالشكل ده؟ دي بقى لها script او لها حاجة معينة وده اللي انا عايز اعمله يعني انا عايز على السربارات عايز دي تبقى lock screen دي بيسموها lock screen انا عايز lock screen بدل ما تكون زرقه تكون بالشكل ده ازاي؟ عن طريق سكريبت خلاص؟ وعايزين نستطب ايه كمان برضو من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها هنا اهو عايزين نستطب ال big info على السربارات عايزين نستطب ال big info على السربارات ده يا جماعة بشكل عام في اي مؤسسة تلاقي السربارات ما فيهاش ما فيهاش خلفية سطح مكتب عادية ممكن تكون معلقة السرحية يعني خلفية سطح مكتب خالص بيستطبوا عليها الده عشان يبقى ده يديك بعض التفاصيل عن السربار طمام؟ طبعا ده ينفع في حالة لو انت مش عامل group policy تفرد خلفية سطح مكتب معينة خلاص؟ فدي مش هتمشي معينة هتشوفوا ازاي ان انا ماجي سطب ال big info مش هيشتغل لان انا قريدي عامل group policy بتفرد على كل الناس خلفية سطح مكتب معينة ال big info عشان يشتغل لازم يكونش فيه خلفية سطح مكتب خالص ماشي؟ فدي الوقتة برضو مهمة جدا حابيت ان انا اقولكو عليها المهم خلينا نشوف هنعمل حتة ازاي lock screen نخليها الشكل ده تمام؟ وازاي نستطب ال big info ده برضو من ضمن الحاجات عايزين نستطب ال big info على كل السربارات وعايزين نخلي اللوك سكرين اللي هو الشكل ده خلاص؟ هنفتح ده الفايل سيرفر بتاعنا ولو تفتكروا ده مش فايل سيرفر بس ده فايل سيرفر ودي اتش سي بيه وده بيصص فا سيرفر تايل يعني هنبصوا اي دي لو تبصوا هنا الفرق شايفين سواني كده اي دي دي اللوك سكرين بتاعتنا لون هزرق خلاص؟ عايزين لا عايزين هتبقى زي التانية هوريكو ازاي فيه سكريبت معين بيعمل الكلام ده تمام؟ هوريهولك ده الوقت يعني تمام؟ يا جماعة تبروا الفيديو ده ان احنا بس بنجهز السيرفرات بنعمل شوية تعديلات كده خفيفة تمام؟ يعني تبروه حاجاته operationalية شوية التثبيت السيرفر بس يبقى موتزبط بطريقة معينة ااما السيرفر managesر نقفله تمام؟ ان شاء الله الفيديو اللي جاي ان شاء الله بقى هنبتدي نخش في ان احنا هنسطب المايكروسوفت ديبلويمين تول كتبقى هنبتدي نشتغل على تصبيت الدنيا كل اللي عملنا ده بيقولك تصبيت الشغل كل ده اللي هنبدأعمله اهمل من الشغل تصبيت الشغل كل ده احنا مزبطين حاجتنا معانا برامجنا معانا نسخ الويندوز بتاعتنا زبطنا السيرفرات زبطنا كل حاجة بحيسا لما نجي نشتغل بقى كل حاجة جاهزة تمام هننخش بقى دلوقتي اهو ده كيرا اوف ده اللي هو دومين ادمين تمام طيب قادي كده بس هنبتدي بقى نشوف الدنيا كلها اول حاجة هو مسلا بيعمل ايه بردو ضمن الحاجات هو بيقولك انه اللي عنده كيبورد فيها اه انتوا عارفين يا جماعة اصحة الكيبورد بتبقى مقصوماة حيتَّتتين المحاسبين بيبقى في كده زي النص الكيبورد فيها ارقام والنص التاني في الحروف يعني فيه على هنا في بص يعني في نص الكيبورد بيبقى فيها حاجة اسمها كيبورد في ارقام وفيها حاجة اسمها من الملك ساعة وان чجزء التاني في ارقامهě expertise في ارقام بس elementos في جزء التانى في ارقام محروف ده اللي هي كيبورد بتاعت المحاسبين بيبقى عندك الأرقام محطوطة مرتين مرة مع الحروف و مرة لوحدية فهو بيعمل إيه هو بيبقى باسورد بتاعته بيبقى فيها حروف فهو بيدوس على النوملوك بيقولك إن أنا دايما بعمل إيه ع السيرفوردات كلها بفعل النوملوك النوملوك داي جماعة زرار لما بأكتبه بعرف أكتب أرقام لما بشيله ما بعرفش أكتب أرقام في الجزء الخاص بالأرقام إحنا قلنا يا جماعة إن الكيبورد مقسومة حتتين جزء فيه أرقام وجزء فيه أرقام محرور الجزء اللي فيه أرقام عشان أقدر أكتب أرقام بفتح النوملوك خلاص ديها طبعا يا جماعة اللي فاهم القصة دي موضوع بسيط جدا يعني خلينا إيه خلينا وريكم حاجة كده هو قصده إيه بيها موضوع بسيط جدا خلينا كده إيه أوريكم أنا قصد إيه إيه نهو نقول له مثلا إيه نوملوك كيبورد خلينا كده بوريها لكم بص خلينا نشوف دي عايزين خلينا وريكم أيوة بصوا أيوة هوريكم الصورة دي أيوة هين بصوا هو رجل هنا بيعمل إيه الكيبورد عنده مقسومة كده بالزبط فيه هنا أرقام وفيه هنا أرقام وحروف خلاص يعني قادي كيبورد كاملة هاي خلينا ورها لكم بس عايزين نمشيها كده حتة كاملة يعني لو فتحناها كده يعني خلينا او خلينا نجيبها ازاي بصوا جماعة بيبقى لأ أنا عايزة جيبها كلها كاملة بصوا يا جماعة بتبقى كيبورد فيه نص منه زي ما انتم شايفين كده الحتة دي فيها أرقام وفيه هنا شايفين الصفر فيه جزء تاني بالكيبورد فيه أرقام محروف في الناحة تانية فعشان تقدر تكتب أرقام هنا بتفعل حاجة اسمها النوم لوك الضرار كده بتدوس عليه عشان أهو النوم لوك اللي هو ده أنا خلينا نشوف كده فيزيت بيج أو بيجيت سايت أهي أنا ممكن نعمل كده وهو ببساطة بيفعل النوم لوك هو عشان عنده السيرفرات عليها النوم لوك ده في بيفتح النوم لوك عشان هو عنده الباسوود بتاعته فيها أرقام يعني اهو بصوا سعني نرجع كده نرجع تحت كيبورد يعني معلش نرجع برضه واضح ان فيه مشكلة ما هنا نرجع تاني اهو يعني ببساطة يا جماعة هي الفكرة زي ما انتم شفته كده فكرة ان أنا عندي كيبورد بيبقى فيها جزء منفصل على جنب لازم أدوس فيه النوم لوك عشان أقدر ان أنا أفعل أرقام خلاص كده طيب عشان كده بيقول اهو نوم لوك كيبورد خلاص دي جزء من الحاجات اللي هو بيكتبها خلاص هنشوف فقا بعد كده ايه بقية التكملة بتاعت الحاجة نفتح كده اهو هنعمل الكلام ده على السيرفرات كلها هنفعل النوم لوك على الكيبورد بتاعت السيرفرات كلها طبعا انت لو في data center هو بيقول كونسول بس بتفعل النوم لك وخلاص عشان لو عندك كونسول واحد بيكون نكت على كل السيرفرات تمام طبعا دلوقتي بقى افتح بحاول افتح اسمه ايه ده دي الـ Power Options في حاجة اسمها Power Options هو هنا بيعمل ايه بقى في Power Options بيخلي انه انت عندك في Power Options في option انه الشاشة تطفي بعد مدة معينة والهاردسك يطفي بعد مدة معينة خلاص احنا عايزين بقى انه الاتنين دول يتلقوا لا عايزين الهاردسك يطفي ولا عايزين الشاشة تطفي خلاص كده لان ده سيرفر فبالتالي ما ينفعش ان الاتنين دول يتقفلوا تمام انا ببقى سايب هو بيعمل هنا احنا دايما كده برضو كخطوة مبداية لما يبقى على على سيرفر يعني الكلام على اللابتوب ممكن اقوله اللابتوب ابقت في الشاشة وابقت في الهاردسك عشان اللابتوب مثلا لو على بطارية فبيوفر الطاقة انما طالما السيرفر وصل في مصدر كهرباء ثابت ما فيهوش بطارية فبالتالي يبقى مفيش دعي لتوفير الطاقة الشاشة تفضل مفتوحة والهاردسك يفضل مفتوحة تخيل بقى انت قلت له مثلا اطفي الهاردسك بعد موضة معينة خلاص؟ لا تمام؟ مش هينفع وعلى فكرة ممكن برضو يكون فيه سرس طاقة معين خلاص؟ ممكن تقوله اطفيه بعد موضة معينة ممكن تقوله اطفيه لي الشاشة بعد ربع ساعة على سبيل المثال اطفيه الهاردسك بعد موضة معينة المهم يعني باختصار يا جماعة هو هنا في حتة تسمها الـ Power Options هنيجي في الـ Power Options نقوله لو سمحت انا مش عايزك ان انت تطفي مش عايزك ان انت لنرجع حاجة بسيطة كده انا مش عايزك ان انت تطفي لا الهاردسك ولا الشاشة على السيرفرات كلها الهاردسك يفضل شغال والشاشة تفضل شغالة ما تعملش سليب يعني ما تخليش الشاشة تطفي ولا الهاردسك يطفي واللاحظ هنا ان هو ايه سمى او انا سميت هتعمل Red Click وتقوله Rename بس خلاص هتخلي بدل ما اسمه Local Disk خلاص بدل ما تسميه Local Disk سي لأ هتروح اعمله Rename وتسميه Windows زي ما هو عامل كده زي ما انا عامل مثلا هنا دي برضو مش من نسميها Local Disk مسميها Data خلاص وده هنا MDT هنعمل واحد ثالث بعدين هنعمل يعني هنضو نزود هاردسك زيادة ونسميه MDT تمام؟ طيب ممتاز جدا خليها بقى نفتح ADI شايفين ADI Balanced هو الراجل اللي عايزك تعمل ال Balanced تمام؟ حتة ان انت تعملها Balanced لبالنس Performance with Energy Consumption or Capable Hardware في العادي يعني يا جماعة اه احنا بنخليها Balanced بس في نفس الوقت بنقول له ما تطفيش الشاشة ولا تطفي الهاردسك هوريكو ازاي دلوقتي ال Setting بتاعيت اهو لو فتحنا كده اهو بص هنا ايه Never Never Turn Off اهو Turn Off Display Never Never ما تقفلش الشاشة خلاص وبرضو الكلام ده هينطبق على الهاردسك هنيجي برضو نعمله هاردسكات ما يقفلش الهاردسكات خلاص ادي حاجة هنيجي السيرفر مانجر عايزين نتأكد السيرفر مانجر ما يتفتحش يعني بصوا لما بتخش Login على ال Windows فجأة بتلاقي السيرفر مانجر فتح انا مش عايزه كده انا عايز افتح السيرفر مانجر وقت انا ما حب خلاص فدي برضو هنعملها بطريقة ما ادي حاجة برضو هنخش السيرفر مانجر اقول له لو سمحت ما تفتحوش automatic وهنا حتت حتت الفايل name extension يعني هنا بقول له لو سمحت عايزك ان انت تظهر لي الملفات بالإكستنشن بتاعها او بالنوع بتاعها ما تظهر ليش اسم الملف بس وباش انا عارف نوعه زي ما قلت هلكو في اول الفيديو فاعلم عليه عشان اقدر اشوف الملف ونوعه خلاص دي برضو نقطة مهمة options اهو هنقول له change folder تمام دي بتتجاب من ال folder options يا جماعة في ال control panel هنقول له في view بصوا هنقول له ايه هقول له سمحت hide extensions for non files دي بقول له لا لو سمحت لا ما تظهر يعني ايه ما تشيلش عايزك تظهر لي الاكستنشنز بتاع الملفات نوع الملف وفي حتة هنا اسمها ايه quick access او open file explorer to this PC يعني ايه this PC وquick access لو جينا بصنا هنا ففتحنا this PC هتلاحظ ان في حاجة فيه هنا اسمها quick access يعني ايه quick access دي الحاجات اللي انت بتخش عليها بشكل مستمر بيحطها لك في quick access خلاص انا مش عايزه كده انا عايز انه يظهر لي هنا this PC بدل quick access يعني عايز انه يظهر لي هنا this PC لو شايفين المنظر ده هنا بيقول له ايه open file explorer to this PC يعني انا عايز انه يظهر لي يروح ظاهر فين بصوا انا عايزه يظهر لي دي ما يظهر ليش quick access عايزه يظهر لي دي يخفي لي دي انا عايز اقول مفتح this PC يروح مظهر لي ده مش اللي فوق دي خلاص كده عشان كده انا بقول له هنا ايه اهو open file explorer to this PC اللي هي الحتة دي شايفين اهو بقول له لو سمحت عايزك تفتح لي لما جافتح this PC تظهر دي الحتة دي مش الحتة اللي فوق دي خلاص كده فدي نقطة مهمة هوق راجل شايفة من الحاجات المهمة راجل يعني شايفة عملية تنظيمية open each folder in the same window طبعا احنا عارفنا حتة دي open file explorer to this PC ما يفتحوش على quick access لما تفتح تفتح كده هو الشكل ده يظهر لك عايز بس نشوف حاجة اللي انا عاملها كده فعلا لا لا خلينا نشوف لما نعمل دي ايه اللي هيجرى apply و اوكي بصوا بقى ايه اللي ظهر هتلاقي مفروض انه quick access دي هتختفي PC مش quick access خلاص شواء التفاصيل صغيرة مبدئين هو بيحب يعني يعملها تمام و sounds time zone طبعا ال time zone هنزابطينه قاهرة وعملنا ال hide extensions دي شنها خلاص و server manager فاضل بس server manager server manager محتاجين بس ان احنا نزبطه طب خليني كده بصوا معاكوا على حاجة معلش اناسف لو عملت كده و بعدين هقولت اروح هنفز اللي هو بيقول عليه ده يعني بصوا كده ايه دي this PC خلا نقفل ده كده ونفتح ده كده ونروح على view تمام و بعدين نقوله options ونقوله change folder options ونقوله كده نقوله this PC ونقوله apply تمام نقوله اوكي والحاول نقفل ده كده ونفتح ده كده طيب هو مبدايا اللي انا شايفه انه هنا هو مغيرش كتير القويك اكسس موجود بس هو فتح على this PC يعني هنا فتح الحتة دي تزالت موجودة اعتقد انه هو يعني اعتقد قبل كده كان هنا هو في الحتة دي بيشاور على القويك اكسس خلا نرجع نعملها كده تاني برضو انا بص عشان بص عايز افهم ايه الاختلاف اللي حصل نيجي نقوله اعملها على قويك اكسس ونقوله apply اوكي خلاص نعمل كده refresh ونقفل كده مسلا ماشي طيب ايه بقى اللي حصل مبدايا انا مش شايف اي اختلاف مبدايا خلاص quick access يعني المنزر ما تغيرش اللي اتنين ظاهرين قدامنا مفيش اي اختلاف لو رحت كده وعملت ده كده اللي هو خلاص وبعدين قلت له apply ووكي طيب خلينا نشوف حاجة لو فتحت كده وفتحتها مثلا كده مفيش اي اختلافات انا مش شايف ان في اي اختلافات بالمرة open new window خلينا نتأكد كده برضو مفيش حاجة كله برضو quick access لازالت ظاهرة طيب خلينا بس اتأكد من المعلومة الحتة بتاعت نسأل اللي هي الحتة بتاعت الجزء الخاص دي معلش يا جماعة خلينا نرجع ورا حتة بسيطة كده كمان نعمل كده اهو هو كده ايه اهو حاجة بسيطة كمان الحتة بتاعت دي نرجع حاجة كمان كده اهية دي حتة دي نقول له ايه الفولدر options نجي هنا نقول له اه what is the اه what is the advantage اه what will happen or what will happen if if i change from folder مثلا نتأكد كده مثلا نتأكد نجي الحتة دي from folder options نقول له ايه بقى نقول له option in windows open open file explore option from quick access to this pc view this view shows all of the drivers and folders on your computer including local drivers the quick access you choose the folders that you recently opened يعني مفروض ان انا مفتح لما اعمل كده لما افتح يروح مظهر لي يقول ايه يروح مفروض ان هو هنا يروح مظهر لي الfolders والoptions يعني مفروض حسب الكلام اللي هو بيقوله ده ان انا عملت كده لما افتح مفروض تظهر لي folders والoptions ما يظهر ليش quick access في الجنب مفترض يعني صح ده الكلام اللي هو كاتبه هنا يعني انا مش قادر افهم طبعا ايه القصة دي اهو يعني دلوقتي اهو وانا بيقول لك ان ده بيشوف drivers والfolders ماشي واضحة جدا يعني خلاص ده quick access اللي هو بقى quick access ده بيخليك تشوف الحاجات اللي انت دخلت عليها اه قريبا يعني او لسه بقى لك فترة دخل عليها من ساعة مثلا او حاجة خلاص ايه دي قصة كلها هنا ودي برضو هنا ما اعرفش يعني برضو مش قادر افهم ايه الفرق كتير اوي يعني بالقصة دي بس اه يعني مش قادر افهمها بس خلينا برضو ايه نحاول نشوف نسأل حد تاني برضو هل ايه القصة دي مظبوطة انا مش قادر افهمها طبعا هنقول له هنا copy قد انا روح هنا كلود ونسأله برضو ايه الفكرة في ايه بالزبط عشان انا مش قادر افهم الفرق انا نحاسس انه ايه ما فيش فرق كبير بصراحة دي نقطة برضو انا عايز افهمها خلينا نشوف باينة هيرد علينا اقول لنا ايه نفهم بس القصة في ايه انا انا شايف انه ما فيش اختلاف اوي انا بافتح برضو هوا هوا بيش ايه اختلاف خالص بس بيقولك ان انت هتفتح طيب خلينا بقى نشوف هنا خلينا نشوف هو كاتب ايه بالزبط عشان نفهم الوضع اللي بيحصل تماما خلينا نشوف انا بيكلم في ايه بيكلم ان انت لو حولت من quick access PC when you open the file open file explorer it will open this PC view rather than quick access طيب it's this PC view في ايه هاشوف الهاردسكات والفولدرات the default quick access location is C كذا 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 it will open C C by default instead يعني مفروض انا لما جا فتح هيفتح على كريم هيفتح على جاء على طول برضو بايش مفهومة اوي مش مفهومة انا برضوا انا مش ادرها افهم ايه ه التغيير اللي حصل المهم يعني في جماعية الاحوال هو نوع من انواع التغيير انا مش فهمه فتسمحولي دي اي اه واحده بس ثانية واحده نكمل يا جماعة فواضح يعني انه ايه ان الاوبشن ده انا مش فهمه تحديدا اوي بس خلص خلينا نكمل ونشوف احنا كده كده قردي بنجهز السيرفر فيعني الموضوع مفيهوش ايه مفيهوش كتير هنفتح بقى السيرفر مانجر مهم جدا عشان نقفل نخلينهو ما يقومش اوتوماتيك مع السيرفر ده مهم جدا عشان بياخد مرمات بحس ان العملية بطيقة السيرفر لو بيبقى يعني عليه رولز كتير خطوصا ده عليه فايل سيرفر وده بيصصوا تفاصيل كتير قوي بيبقى محتاجين ان احنا نبقى الرامات واستهلاكها يعني نركز في شوية خلاص فانقوله سيرفر مانجر اوبشنز تمام بص اهي ولاحظوا بقى ان هي لاحظوا انه عليها علامة صحة ومقفولة ليه بقى لان انا عمل بتقفل الكلام ده هو بيقول لك كنترول بي جروب بولوسي ساتنج انا اقول له في جروب بولوسي ان هو يقفل الابشن ده ومحدش يعرف يعديله تمام فدي ممتازة برضي دي معمولة في جروب بولوسي اردي تمام فممتاز احنا كده شغالين مظبوط اهو بالعمالة كده احنا مظبوطين بحس ان السيرفر مانجر مايفتحش غير لما يحتاجه وزي ما احنا شايفين السيرفر مانجر هنا ده عبارة عن وجهه من خلالها بتتحكم في السيرفر كله تضيف عليه حاجات تشوف التواريخ تشوف التوقيت السيرفر تشوف الهاردسكات تشوف الابشنز اللي فيه مفتوحة ولا لا كل كل كله من خلاله بتتحكم في السيرفر كله ده ممكن من هنا تضيف سيرفرات تانية وتتحكم فيها من هنا يعني انت مثلا هنا على فال سيرفر عايز تتحكم في الـ domain controller تقوله دفلي سيرفر الـ domain controller هنا وتتحكم فيه من هنا مش لازم تروح هناك ودي كنا قلناها قبل كده طيب احنا كده عاملين كل اللي هو قيله تقريبا مفيش اختلافين الـ vmware tools دي احنا لايه جست دي عملناها already تمام؟ شوية بقى تفاصيل بتاع الشاشة مش عارف ايه فاضل بقى الحتة المهمة دي الحتة بتاعت الـ big info و الـ lock screen الـ big info عايزين يسطب الـ big info على السيرفر المشكلة الاساسية بالنسبالي ان الـ big info مش هيشتغل لان ده عليه already خلفية سطح مكتب لازم يكون معليهوش خلفية سطح مكتب عشان الـ big info يشتغل اما الـ lock screen فحتشتغل معانا ان شاء الله ماشي؟ فخلينا برضو اوريها لكم او حاجة تانية بالمناسبة وهنا بيقول لك ايه عايزك تعمل auto arrange هنا الـ icons يعني ايه هو هنا حتة الـ auto arrange icons دي option ان هو يرتب لك الايكونات لو مت نتوارد يعني دلوقتي انت مثلا الايكونات نتوارد بيرجع يرتبهم دي حتة الـ auto arrange icons شوية تفاصيل قد تبدو بسيطة ومالهاش لازمة بس هي عملية انظمية الراجل بيحب انه يبقى منظم نيجي بقى دلوقتي فين للحتة بتاعة الـ big info ازاي صدتها بالـ big info على السيرور طبعا زي ما بنقول دي مش هتنفع لو انت عامل جروب بولوسي تنفس خلفية سطح مكتب معينة دي بس نقطة عشان نبقى عارفينها خلاص فهنخش على mdt lab تمام وهناخد احنا قردي كنا عاملين في فين في التولز خلاص في التولز عندنا في التولز هنا هو في الـ deploy احنا عاملين فولدرين واحد الـ big info بصوا كمان احنا عاملين هنا فولدرين واحد الـ big info للسيرفرات والاسمه ريج سيرفر ده ده ليه اللوك سكرين يعني واحد هينفذ اللوك سكرين على السيرفر والتاني هيستب الـ big info على السيرفر خلاص ودي كنا عاملناها قبل كده يعني خلينا دلوقتي ناخدهم copy وهاريكم بالزبط الدنيا ماشي ازاي خلاص طبعا هي المشكلة هنا انها هنا ما تنفذتش زي ما بقولوكو الـ big info ما تنفسي عشان فيه خلفية سطح المكتب اما اللوك سكرين فبتاخد وقت شوية بعد ما تظهر لازم تعمل restart مرة واثنين عشان العملية تظهر قادي الـ big info بتستبه او تعمل install خلاص يبتدي يستب الـ big info خلاص ارجع واكد تاني مش هيشتغل الـ big info لما يكون ما عندكش خلفية سطح المكتب خلاص ده سكريبت الراجل بصراحة الراجل يعني منظم جدا عملك سكريبت بيستب الـ big info بشكل صامت وبيزبط الدنيا خلاص مش محتاج تعمل اي حاجة خلاص خلاص هاللاحظ ان هو عندي هنا في السطح ده والله ده الـ big info خلاص قريدي تستب بس طبعا مش هيظهر حاجة تمام ممكن بقى نعمل ايه ممكن نخلي السيرفرات تستسنى من خلفية سطح المكتب دي يبقى معليهاش خلفية سطح المكتب تمام ونسطب الـ big info تمام كده بحيس يبقى الموضوع ايه يعني مش لازم كل الـ domain كله لازم يبقى خلفية سطح المكتب استسنى منها السيرفرات خلاص هنا بقى الراجل سيرفر دي الحتة بتاعة الـ lock screen خلاص هتلاحظ ان هو بيقولك اهو الـ big info ده يتسطب ومش عارف ايه بس فعليا هو اهو تسطب وكل حاجة بس مش هيتنقفل خلاص دي النقطة المهمة خلاص بيقولك اعمل الـ log of و login تاني عشان الـ big info يشتغل طبعا هو مش هشتغل اللي حاجة فده نقطة اللحظتها برضو من من تجربتي يعني خلاص وده الحتة بتاعة الـ lock screen الـ lock screen طبعا هي الـ script اهو اللي هنسطبه خلاص ده هنا الـ script ده بيفرد lock screen معينة على السيرفر خلاص اللي هي الـ lock screen اللي وردها لكو في اول الفيديو خلاص بيبقى يلعف شوية الـ registry keys كده بيقوله لو سمحت اللي هي الصورة معينة اللي انا عايزها دي اللي انا هتطالق في الفولدر ده اللي اسمها الـ lock screen.jpg دي عايزها دي تبقى الـ lock screen انا بصه لو فتحنا لو قفلت ده كده بصه هنا اهو فيه اهو في حاجة اسمها الـ lock screen الـ script ده هيخلي الـ lock screen دي هي بتاعة السيرفر خلاص وازاي كلام ده بمره بيلعب في الـ registry registry keys دي هي دي اللي بتخلي الـ lock screen دي تبقى الـ lock screen بتاعة السيرفر خلاص هو هنا بيعملها على السيرفرات عادي جدا وإحنا عندنا سكريبتين يعهو كان جايب سكريبت اصلي ده السكريبت الاصلي بتاعه انا عدلت فيه تمام وخليته سكريبت تاني يعني بس بما هي الاحوال انت ممكن تنفذ السكريبت الاصلي بتاعه مفيش مشكلة المهم يعني خلاص هننفذ السكريبت مفترض بعد ما نفذه ألاقي الـ lock screen بتاعة اللي هي علامة الجنجمة دي ظهرت مفروض او علامة مش جنجمة علامة الآلي مفروض تكون ظهرت يعني بس محتاجة restart يعني لازم تعمل restart وتستنى شوية لحد ما تتنفذ خلاص او انا مفروض طبعا لما اعمل control alt اعمل lock دلوقتي مفروض انه يتظهر لي هنا اللي هي علامة الانسان الآلي ومكتوب sky net مش عارف ايه طبعا هي لسه مشتغلتش فلازم اعمل restart مرة او اثنين لحد ما تظهر تاني تمام؟ فما تقلقوش يعني طيب احنا كده مشين مظبوط شوية كلها شوية حاجات صغيرة يعني ما بنهاش ضرر يعني زي ما بيقولو بس احنا وصلنا لفين او الراجل بقى بعد كده هنا سطبنا الاثنين دول عايز بقى يسطب الـ netframe 3.5 عايز تسطبو تمام؟ وبعدين بقى انيجي هنا للسكريبت في واحد من السكريبتات اللي هو عنام حاجة اسمها server services هنا هو بيفترض ان في كم خدمة على السيرفر تمام؟ على كل السيرفرات اي سيرفر عندك domain controller او file server بيفترض ان لازم تكون الخدمات دي شغالة لحظوا بص هي دي local screen اللي انا عايزة انها تتنفذ على السيرفر التاني في بعض الخدمات هو بيفترض انها حيوية على اي سيرفر domain controller او file server dsp فعمل السكريبت عشان يقوم الخدمات دي تمام؟ فدي يعني دي حلو وبعدين ده ممكن ان انت تنفذه مرة واحدة او يعني تعمل الكلام ده مرة واحدة وممكن تعمله على ايه ال task او schedule task ان كل ما تخش على windows ال script ده او ال task اللي هتعملها تتشيك الخدمات دي شغالة ولا لا وتشغالها تمام؟ هنشوف دلوقتي حتة السيرفر سيزي اللي هو بيتكلم عليها دي هنلاقي اغلبها انا مش فهم هي مهمة في ايه بصراحة يعني فيه مانع حاجات ما مش مهمة خالص وخبلك بس خلينا نشوف ايه ايه هو الحاجات اللي اجل عليها خلاص وهنوريكوا ايه الخدمات دي هنوريكوا السكريبت و هنشرح واحدة بواحدة السكريبت ده بيعمل ايه ده عبارة عن سكريبت بيقوم خدمات معينة او surface معينة على السيربر خلاص؟ خلينا نشوف الخدمات دي وانا طبعا دورت على الخدمات دي وفهمت كل خدمة من دول بتعمل ايه برضو عشان برضو ايه يتبقى واضحة القصة بالنسبة لنا الخدمات دي ووظيفتها ايه بالزبط؟ خلاص؟ هنروح ناخد السكريبت هو مفروض فيه mdt lab اللي هو بتاعنا ده هنطلع فوق ادي ال mdt وبعدين هنروح على files وبعدين prequisites وبعدين هنروح على scripts اهو فيه حاجة اسمها server services خلاص؟ هو ده اللي احنا عايزينه ممكن ان انت ترنه مرة واحدة او ممكن تعمل task في windows schedule task وترن السكريبت ده كل فترة هنقوله edit ونشوف بقى ايه ايه الخدمات اللي صاحبنا ده عايزة انها تشتغل تمام؟ وحنرن الكلام ده على كل السيربرات بالمناسبة يعني لو عندك اي سيربر هترن عليه سيربر services powershell script اللي هو قيل عليه ده تمام؟ خلينا بس نشوف ايه الخدمات دي بقى برضو انا نفسي استغربت اني فيه ميناء خدمات انا ما اعرفهاش بالله ميناء انا اول مرس معنا ما خلينا نشوف فيه ميناء خدمات حيوية جدا ودي مهمة قوي وفيه خدمات تانية مش شايف لها ايه لازمة بصراحة فيعني خلينا برضو نشوف كده انتابع معا نشوف الدنيا فيها ايه بصوا فيه عندك ايه اولا اهو في حاجة اسمها set service بخدمة اسمها map broker دي انا لما جيت بسيت عليها في الويندوز لقيتها معمول لها disable يعني الخدمة دي معمول لها disable دي ليه علاقة بميكروسوفت مابس خرايط ما اعرفش ايه علاقة الخرايط بعد الصرب يعني هتحتاجها في ايه ايه البرامج اللي عندي على الصرب هتحتاج خرايط دي نقطة برضو مهمة دي بي اس دي حاجة ليه علاقة بالداتا بروتكشن اعتقد يعني دي لما جيت شفتها لقيتها قريدي شغالة في الويندوز يعني شغالة قريدي ومعمولة اوتوماتيك فهو بيعملها تانية ليه ما اعرفش يعني هنا هو بيقول خلي الخدمتين دول واحدة منهم بدل ما دي سيبول تبقى manual واحدة تانية تبقى automatic دي اصلا قريدي اوتوماتيك اما جيت بسيط لقيت automatic وبعدين بعد ما يخليها automatic تقوم السيرفز دي يعني هي نفس الخدمة يخليها automatic ووضح انها كانت حاجة غير automatic وبعدين يقول له start the service وفي خدمة تانية اسمها ULASV دي هوريها لكو يعني هنمسك واحدة واحدة من دول برضو هنا بيخليها بدل ما حاجة تانية تبقى automatic وتقوم الخدمة وبرضو الخدمة دي بدل ما هي automatic واضح انها كانت حاجة تانية وتقوم السيرفز دي تمام ونفس الشيء الخدمة دي برضو automatic وتقومها يعني هو هنا بعض الخدمات بيحول حالتها من manual لautomatic او من disable لmanual او automatic وبعد كده بيقومها بيقوم الخدمات دي ايه بقى الخدمات دي واحدة واحدة هنشوفها وهوريها لكو عشان برضو نفهم ما هو راجل ده بيتكلم على ايه بالظبط ليه الخدمات دي مهمة بالنسبة له خلاص هنفتح برضو كده ايه هوريكو انا هنفتح هنا ال administrative tools ونفتح السيرفز دي نشوف بالظبط ايه قصتها يعني عمري في حياتي في حياتي العملية ما بصيت على السيرفز دي وعمري بصراحة ما كنت واخد بالي منها بالامانة يعني انا في حياتي ما شفتش السيرفز دي بصراحة بس ممكن تكون لها علاقة بشئ ما يعني هنلاحظ في خدمة او اتنين او تلاتة تقريبا واضح ان لهم اولوية قصوى فيها حاجة معينة بالخدمات دي مهمة في حاجة انا دلوقتي هوريكو ازاي ان احنا نعرف الخدمات دي وبتعمل ايه بالظبط تمام بس نبوز الفيديو اهو قادي الخدمات كلها بتاعت الويندوز ايه هنشوف بقا واحدة واحدة كده نفهم طب هتقول لي عرفت منين الخدمات دي يعني دي مكتوبة وهي بس هناك مكتوبة مثلا دي بي اس مكتوبة بالمختصر هقولكو ازاي عرفت لان انا في الاول طهت بصراحة يعني انا افتكرت ان في خدمة اسمها دي بي اس حسن ما هو كاتف في السكريبت لا ايه مش مسمعاش هنا مش هتلاقي حاجة اسمها هنا دي بي اس ده مختصر الخدمة يعني بصوا فيش حاجة هنا اسمها دي بي اس هي ليه اسم تاني خلاص طب اعرف من ايه الاسم التاني ده هقول لكم واحدة واحدة معي وهوريكم اول حاجة هنقول له جيت سيربس هقول له سمحت انا عايز الخدمة اللي اسمها مابس بروكر دي تمام؟ اهو مسلا هنا انا دورت فيش حاجة اسمها مابس بروكر دي خالص خالص خلاص طلعت ايه بقى يا اخواننا بصوا اهي دي اسمها داونلودد مابس منجر التانية اسمها ايه مابس بروكر هي هنا اسمها مختلف عن اللي موجود في السكريبت عرفت منين هقول لكم دلوقتي ودي لحظة انها معمولة دي سيبل با دفولت معمولة دي سيبل طيب انا احتجى في ايه ايه هروح هنزل الخدمات هنزل خرايط ليه مش فاهم المهم خليها نشوف بس يعني ايه ديني قولتلكو يعني طبعا انا عرفت منين انها داونلودد مابس منجر هقول لكم دلوقتي على فكرة ممكن نسأل الزكاء الاصطناعي بالمناسبة يعني واحدة ممكن واحدة واحدة من دول نتدي نسأل الخدمات دي عبارة ايه هنقول له وبعدين نقول له اديني اسم الخدمة دي اهو مابس بروكر دا لو انت عايز تتعرف الخدمة دي اه فين بالزبط يعني مابس بروكر دا اسمها المختصر او اسم الدلع ايه اصلا اصلا داونلودد مابس مانجر ما اسمعي بش مابس بروكر خلاص فطبعا مش فاهم انا اكترسوفت ليه بتزوينها كده يعني طبعا تخلوها اسمها دائما ايه اهو ام اس بروكر ودوس انتر اهو اسمها داونلودد اهو استوبت مش شغالة اسمها مابس بروكر الديس بلاي نيم اهو فيه اتنين حاجة اسمها نيم اسمها والديس بلاي نيم الاسم اللي ظهره بي انا دا اسمها الاصلي وهي ظهره في الويندوز تحت الاسم دا خلاص طيب خلاص داونلودد مابس مانجر لما نشوف دا عبارة عن ايه لما نيجي نفتح ونشوف الدسكريبشن بتاعه نفهم ايه داونلودد مابس مانجر دي هنفتح ونبص بص ايه داونلودد مابس مانجر ونيجي نفتح نشوف بتتكلم عن ايه الخدمة دي اه بيقول لك ايه بيقول لك ويندوز سيرفز فور ابليكيشن اكسس تو داونلودد مابس خلاص حاجة ليه علاقة الخدمة في الويندوز بتخش على الخرايط اللي نزل من الانترنت طب انا ايه هنزل الخرايط ليه ايه او انا جوجل مابس ما هنزل ايه الخرايط اللي هنزلها وهستعملها على السيرفر ليه يعني دي خدمة مالهاش لازمة يبقى الصح انها تعمل لها ديسابل لانه مانيبول ليه انا هعمل كده ليه وبعدين انا كده رايح على الانترنت بنزل خرايط ما كده فيه يعني فيه سيكيورتي انا هروح انزل مابس و خرايط او دي ممكن انا معرفش هل ليه علاقة بالجي بي اس او ليه علاقة حاجة معينة هل دي ممكن ان انت تكشف اللوكيشن بتاع السيرفر هو هنا بيقول دونلودد مابس مابس خرايط بتنزل الظهر ان فيه ابليكيشن على السيرفر بتستعمل خرايط بنزل من الانترنت انا معرفش بصراحة ما اسمعت عشان حاجة زي كده المهم انا شخصيا هسابها مقفولة يعني بس عشان بس تبقى عضحة او هنا بيقول لك ايه دي سيبلنج والبريفنت بصوا وكاتب تحت ايه هنا نرجع تاني اهو بس نفتحها كده واريكو حتة يعني عايز بس ننزل نفتحها كده ونبص بصة اهو هننزل بس عايزين ننزل تحت ونشوف السطر الاخير احو بيقول لك ايه الخدمات اللي عندك او ايه البرامج اللي عندك بتستعمل خرايط مفروض ان السيرفر يعني ما يبقاش عليه حاجة بتستعمل خرايط هيحتاج الخرايط في ايه؟ يعني مش عارف بصراح برضو معلومة غريبة بالنسبة لي المهم انا هسابها دي سيبل يعني بنامانا برضو من ضمن الطوية مش لازم ننفذ كل كلام الراجل ده بالحزافية اللي هو ممكن يكون في حاجات سيكيوريتي مش واخد بالو منها احتمال فاحنا عايزين بس ايه؟ يبقى انا هخليها stopped احنا في سخصية مش هستعملها انا مش ها انا ممكن نجرب بس الاسكريبت اخو هي stopped عايزي خليها اماني ولا خلص؟ فانا هخليها stopped احنا هخليها كده عايزين نشوف بقى ايه دي بي اس؟ اولا ما فيش خدمة اسمها دي بي اس لو دست انتر عليها اسمي تاني اسمها دي عبارة عن انت عندك في الويندوز كده لما بتحصل مشكلة ممكن ترن برنامج يبتدي يكشف لك ايه المشكلة عارفين انها ازا ما اسمها او دي اجنيستيك فكرة ان انت عبارة عن بترن شوية التفاصيل او بترن دي عشان يبتدي يشوف ايه المشاكل اللي على الجهاز ويديك الحل وممكن كمان يبعط لمايكروسوفت المشكلة دي عشان تشوف حلها هو انا بيقول ايه دي اجنيستيك بولوسي سيرفيس انابول سبروبلم دي تكشن ترابل شوتينج ارزوليوشن فور ويندوز كومبورنس يعني هو الراجل دلوقتي خدمة معينة بكشف عن المشاكل وحلولها وهو راجل دلوقتي الخدمة دي بتعمل ايه بتبتدي تشوف المشاكل اللي على الجهاز وتعمل لها ترابل شوتينج تبتدي تحلل المشاكل دي وتحلها دي طبعا سيرفيس مهمة جدا دي مهمة يعني دي لازم لها تكون شغالة على السيرفر وهنا هي اوتوماتيك معمول لها او هي هي باي دفولت اوتوماتيك بس حاجة اسمها دي لايد ستارت يعني بتتأخر شوي هي اوتوماتيك او بس بتقوم متأخر خلاص فانا سايبها انا مش فيها برضو يعني ايه كده كده اريدي شغالة اريدي شغالة اوتوماتيك فه هعمل اسكريبت ايه خليها اوتوماتيك ليه ما هي شغالة خلاص فدي برضو نقطة مهمة يعني اهي يعني لو استوقت بيقول لك يعني هو ايه خدمة لها علاقة بالكشف عن المشاكل وتحللها ويديك حلول انا مش شايفي ايه مشكلة ان انا اه ما شغلش الخدمة دي من العكس ده لازم اخليها خلاص وهي اريدي شغالة وراننج واوتوماتيك فبالتالي الاسكريبت ايه ما فادناش كتير هي اريدي اوتوماتيك خلاص طيب خلينا نشوف بقى ايه اليو ايه ال سي اس في دي دي برضو اسم غريب شوية ومش مفهوم خلينا نشوف كده get service ونقول له ايه الخدمة دي اس في سي ونشوف دي حاجة اسمها user access logging service دي طبعا مهمة جدا user access من اسمها واضح انها بتسجل الحاجات اللي اي يوزر على السيرفر ده بيعملها خدمة ليه علاقة بالlogging عليها علاقة بالauditing ان انا ممكن ان اعرف اليوزرات بتعمل ايه user access logging service user access logging service بس يعني هنا دي علاقة بالlog بتاع اليوزر 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 ما بيدخل على السيرفر هو فيه بيسجل الدخول دي مهمة خلينا نشوف برضو هنا كاتبين ايه في description بتاعها اوه فتاحها ازاي طبعا انا عملت restart للسيرفر عشان اشوف هل look screen هتتنفذ ولا لا اه سوري انا اسف ما عملتش restart واضح انه ايه كانت عملت pause للفيديو طيب خلينا نفتح كده ونشوف الخدمة دي اسمها ايه يعني اولا هي running لو تلاحظوا ان الخدمة برضو running وهتلاقي automatic فكل اللي هو عيله ده already قايم وشغال service بيقولك ايه this service logs unique client access request unique client access يمكن ده له علاقة اكتر بالadministrators والناس دي unique يعني مميز unique client access request خلاص دخول اليوزرات المميز خلاص ايه المميز اكيد الادمن هو اللي بيخش دخول مميز يعني مثلا على السيربر in the form of ip address and user names يعني بيسجل اسم اليوزر وال ip المكان اللي دخل عليه اللي هي طبعا هتبقى السيربر وبعدين بيكتب ايه كمان and user names of installed products and roles on the server يعني بيجب ال ip بتاع السيربر والapplications اللي نزل عليه او products اللي نزل عليه والرولز اذا كان عليه Wsauce اذا كان عليه DHSP ايا كان هنا this information can be يعني باختصار هي عملية تسجيل مهم بيقولك this information can be queried via powershell by administration needing طبعا بيقولك ان ممكن البيانات يعني الخدمة دي بتسجيل بيانات وحاجات معينة ممكن ان انت تستدعي البيانات دي عن طريق ال powershell طبعا هي حاجة ممتازة برضو من الحاجات المهمة ودي برضو by default automatic شغالة يعني برضو مش محتاج ان انا اعمل script عشان يشغلها خلاص خليها بس نشوفها بيتكلم ايه تاني كمان demand of service اش عارف ايه to quantify client demand of server software or offline client access license management يعني بشكل ما يا اخوانا واضح الخدمة دي يعني ايه مهمة انها بتسجل دخول ماشي ممكن نسأل كده what is ممكن نسأل اذا كان الاصطناعي what what is user access user access logging service in windows and what does do ممكن ايه تقوله دلوقتي عايز اسأل ودي عبارة عن ايه نشوف برضو راجل ممكن ادينا تفاصيل اكتر شرح مبسط اكتر ليه اللي بتقوم به الخدمة دي انا بقى يبتدي اكتب is a background service that logs user access and events on windows system here are some details about what does it do its full service name is windows event log with a display name the windows event log it is responsible for creating and managing security system and application event logs اوه ودي مهمة جدا دي اللي ليه علاقة بتسجيل الويندوز بشكل عام يعني هو هنا بيقول its full name is windows event log يعني دي ليه علاقة انه لو مقفولة مفيش حاجة هتستجل على الجهاز فطبعا مهمة جدا اهو مكتوبة كده the event logs record via the event logs record various system security applications event like user logging بسجل دخول ال user policy changes لو جروب policy اتغيرت program installation يعني واضح انه the service determines which events should be logged based on the audit policy يعني لو فيه برضو انت مفعل audit policy it works with the event log service to actually write events to the log file stored ان كذا فهنا بيقولك طبعا هو بيسجل حاجة فين واضح واضح انه event log service دي خدمة وال user access logging دي خدمة والاتنين مع بعض بيسجله هو هنا بيقول ان اسمها windows event log وفي حاجة تانية اسمها event log service يعني واضح يا جماعة ان الخدمتين دول لهم علاقة بتسجيل كل ما يحدث على ال ويندوز ولازم الاتنين يشتغلوا مع بعض خلاص اذا اكتبت if the user access logging service stop or disabled most auditing stops and new events are not logged اشيه كده تمام it starts automatically in boot by default يعني by default شاقالة in summary user logging service enables event log creation بيسجل and management allowing administrator to audit system and user activity on a windows machine based on log data disabling will severely limit logging and auditing capabilities يعني واضح ان الخدمة دي بتخلي بتسجل معلومات اكتر يعني هو واضح ان فيه خدمتين خدمة بتسجل بسيط والخدمة دي واضح انها بتسجل اكتر او بتساعد انها تعمل لوجزة اكتر مفصلة اكتر فطبعا واضح انها خدمة مهمة جدا ممكن نقول له برضو ايه برضو كده طالما احنا ايه what is the dps اللي احنا كنا برضو شوفناها من شوية dps windows service ونشوف برضو هيقول علي windows service and what does it do برضو خلينا كده ايه نشوف فالرجل هيكلم علي لايه diagnostic مش عارف اسمها ايه diagnostic policy service غالبا واقع بصة كماعة اذا كان الاصطناعي هنا بيعني هيوفر كتير بده معهم بقى ادور واعمل سيرش بجوجل اهو هنا بيديني الخلاصة زي ما بيقولوا فدي خدمة مهمة واضح انها طبعا دي انا ممكن انا ارشح ان انت تبقى عامل سكريبت يتأكد دايما انها شغالة يعني احنا ممكن نعمل سكريبت يتأكد انها شغالة ولو مش شغالة يقومها دي برضو نقطة من النقطة المهمة بس خلينا نشوف برضو الخدمة بتاعة diagnostic policy service دي اه يعني ممكن ندينا تفصيل اكتر عنها يعني افهم برضو يا بتتكلم علي ايه it is diagnostic policy service a background windows service that facilitates troubleshooting and diagnostic data collection طب هنا بيقولك facilitate troubleshooting and diagnostic data collection يعني هنا واضح ان الخدمة دي ايه علاقة بانها بتجمع بيانات عشان تحل مشاكل واضح ان هي دي هنا بيقولك ايه background service that facilitates troubleshooting and diagnostic data collection يعني واضح ان الخدمة دي بتجمع بيانات من الجهاز بغرض تحليل المشاكل وحلها full name اسمعها كذا ابتدت سنة 2008 ممتاز واضح انه بدينا تفاصيل اهو helps manage diagnostic policies that control what troubleshooting data can be collected اه دي واضح برضو هنا بيقولك ايه من خلال الخدمة دي اه برضو بتقوله طب انا عايز اجمع بيانات لتحليل المشاكل ايه نوع البيانات اللي انت هتجمعها برضو بتحددله عشان مايبقاش ممكن تبقى حاجة سرية او بيجمع معلومات حساسة diagnostic policies determine which data gathering is allowed and for how long it is retained بصوا جمع الخدمة دي بتجمع بيانات عشان تحلل المشاكل على الجهاز والبيانات اللي بتجمعها دي نوعها وتفاصيلها بتتحكم منها عن طريق group policy دي كنت شرحتها في red alert lab في group policy بتتحكم ايه نوع البيانات اللي مايكروسوفت تقدر تجمعها عنجازك عشان تحل المشاكل وفي نفس الوقت تبقاش البيانات دي حساسة ليك مثل عسمي المسائل او تبقى فيها مشكلة لو طلعت لميكروسوفت مثل خلاص ماشي يعني It works with components like problems, reporting and solutions to adhere to configured policies يعني بشكل مختصر جدا هي ليه علاقة زي ما ارينو انها ليه علاقة بناء بتجمع بيانات بغرض تحليل المشاكل والمشاكل اللي بيحصل على الجهاز ويديك حلول خلاص يقولك دي بيستار اوتوماتيك اللي باي دفولت بتقوم اوتوماتيك برضو يعني واضح شوف يا جماعة هنا الزكاء الاصطناعي ميديك كل التفاصيل اللي انت عايزة الخدمة واسم الخدمة وبتقوم لوحدها ولا لا وبتعمل ايه؟ يعني حاجة في منتقى الجميل مع عمرك ما كنت هتجيبها عن طريق السيرش In summary The DBS applies configured diagnostic policies يعني لو عندك جروب بوليسي ازاي ان انت تجمع او نوع البيانات بتجمع للتحليل بينفزها وفي نفس الوقت بيجمع البيانات خلاص يعني باختصار هي تجميع البيانات باختصار شديد جدا يعني فده شيء ممتاز جدا احنا دلوقتي وقفنا فين بقى هنا جماعة وقفنا عند User Access Logging Service بس خلينا نشوف انا برضو ممكن امشي معاكو في ان احنا نشوف نسأل الذكاء الاصطناعي على بقية السيرفزز والخدمات دي برضو عشان نبقى ماشيين صح بس انا عجبني جدا يعني بصراحة كم المعلومات الدقيق والمنظم على فكرة يا جماعة انا برشح كلوته عن شاتجي بيتي الاداء بتاعه اقوم كتير خلاص عايزين نسأل بقى على الخدمة الاسمها MSDTC ايه الخدمة دي ماشي ماشي احنا ممكن نسأل هنا ونسأل الذكاء الاصطناعي برضو عشان نفهم القصة ايه بالظبط طبعا يا جماعة انا عارف ان هو الموضوع بعيد شوية عن الMDT بس هي كلها معلومات بالنسبة عن حاجة اسمها Distributed Transaction Coordinator ايه Distributed Transaction Coordinator دي نفهم الخدمة دي بتاعات ايه كل ما فهمت القدمات في السيرفر كل ما عرفت مدى خطورتها بتعمل ايه وبتزبط ايه بتقولك ماشي هنا بقى دي الحتة اللي انا ما كنتش فاهمة بصراحة يعني ما فهمتش اوي الشرح بتاع الحكاية دي هنا فخلينا نسأل الذكاء الاصطناعي يعني ايه ام اس دي تي سي خلاص ممكن نيجي هنا كده ونطلع ناخد كوبي من السؤال ده كده اعاون اقول له كوبي ونفهم يمكن يدينا شرح افضل انا ما جيت قريبت الشرح بتاع الويندوز ما فهمتوش بصراحة نقول له ام اس دي تي سي صح يا مش اسمها كده ام اس دي تي سي خلاص نرد زدوه خلينا نفهم لان هو هنا قالها بطريقة ما فهمتاش هو بيقولك انها يعني حاجة بصراحة ما فهمتاش فخلينا نفهم الزكاء الاصطناعي ممكن يدينا برضو تحليل كده عن الخدمة دي بجماعة بالمناسبة كقاعدة عامة في الادوات الزكاء الاصطناعي اسأل اكتر من ادام عشان تقارن ما بين النتائج خلاص؟ اللي يتفق عليه اكتر من ادام مع بعض يبهو دي الصح ماشي؟ ممكن اداة تشز عنهم هم كلهم وتجيب حاجة تانية؟ لا يعني حاول اللي تلاقيهم متطبقين يبقى دا الكلام دا صح لان لازال الزكاء الاصطناعي بيدي نتائج مش دقيقة فلازم تسأل اكتر من اداة وانت كمان بنفسك تأقل الكلام اللي بيطلع الزكاء الاصطناعي عشان تبقى فاهم الدنيا خلاص؟ طيب خلينا نفهم دي عبارة عن ايه بقى؟ بس طبعا لما ديني الإجابة كاملة نبتدي نقرأ ونشوف ايه القصة بالظبط نشوف الدنيا فيها ايه ماشي طيب نشوف هو هنا بيكلم عليه طيب بص هنا بيقول انها اسمها الاسم الاصلي اسمها Microsoft Distributed Transaction Coordinator is a windows service that manage distributed transactions مش فاهم القصة here are some كذا دي اسمها allows transaction to span cross multiple resources like database, message, queues, file system, coordinates, commits, cross all resources لا مش فاهمها انا عايز ايه هنا نفهمها بشكل اكتر هنا ممكن نقول له give me an analogy analogy يعني ديني مثل عشان تشرحها لي مثل قريب العقلي analogy to explain what you said هنا بقول له لو سمحت اديني مثل بسيط عشان اقدر افهم اللي انت بتقوله ده لان انا مش فاهم خلاص عارفة زي ايه جماعة زي ما تيجي تقول له طفل مثلا حجم الارض للأمر فبتقول له ايه؟ هتقول له مثلا الارض مثلا عبارة عن برتقانه وتقول له مثلا الارض عبارة عن برتقانه والأمر عبارة عن اللمونة بتقرب له الموضوع كده من دماغه فنفس الشيء بقول له give me an analogy give me an analogy give me ديني مثل عشان تقرب لي اللي انت بتقوله خلاص؟ فانا بقول له لو سمحت اعمد لي كده عشان افهم انا انا مش فاهم بصلاحي عشان افهم وبيقول ايه؟ فخلينا نشوف كده هيديني مثلا ايه يقدر اقرب لي شوية الكلام ده ولا لأ؟ لانا مش فاهم بصراحة ايه الخدمة دي برضو مش قادر افهمها بصراحة فخلينا نشوف هل هيقدر يديني مثل يشرح الكلام المجعلس ده لانا برضو مش فاهم بصراحة ما ديتش افهمه ولو ترجبناه بالعربي ممكن برضو ما نفهمش كتير في عبارة عن ايه فخلينا نشوف هل الراجل هيقدر يديني مثل ماشي حلوة هنا بيشرح الخدمة دي عبارة عن ايه؟ دي طيب خلينا بس الاول نشوف هو بيتكلم ايه؟ بص دي خلينا نشوف وهنا بيقولك انه هنا يعبارة دي like wedding planner يعني ايه wedding planner؟ الراجل اللي هو بينظم حفلات الزفافة for database transactions يعني هي مختصة اكتر بقواعد البيانات it coordinates all of the different steps and participants to ensure the upper alternate actions succeed or fails as one unit يعني هنا واضح انه هو له علاقة اكتر بتنظيم الخطوات او تنظيم الشغل الخاص بالdatabase ده يمكن هو اللي بيكلم عليه MDS is the conductor of an orchestra when it comes to distribute transactions it makes sure that all different components commit or roll back in perfect harmony واضح واضح انه هو بيتكلم على انه انه هو منظم منظم transactions ليه علاقة بالdatabase MDS like a tour guide responsible for a group of travelers if one traveler fails وهنا واضح انه بيدي اكتر من مثل هي هنا المثل يعني انه هو wedding planner ليه علاقة اكتر هنا بالdatabase واضح يعني السيرفيس دي لها علاقة بالdatabase يعني خلينا ناخد المثال واضح انه بيشرح اكتر من حاجة هنا مرة بيقولك ان ده wedding planner ومرة يقولك ان ده قائد أركسترا ومرة بيقولك ان ده راجل tour guide راجل بيقود الناس واضح زي الحكم نفس الفكرة in essence it acts like the coordinator or conductor for distributed transactions to enforce all or nothing semantics when dealing with multiple database يعني واضح انه هي علاقة انه هو بينظم الاعلاقات او ال transactions او الاحداث اللي بتحصل ما بين قواعد بيانات متعددة cues or services يعني واضح يا جماعة واضح انه هو بيكلم على ايه ان مثلا وفيه قعدتين بيانات بيكلموا بعض وبيبعثوا بيانات هو بينصق ما بينهم بيخلي الاتصال ما بينهم سهل او فيه خدمتين في windows بيشتغلوا مع بعض فبينصق ما بينهم هو منصق منصق الخطوات ما بينهم وبين بعض خلاص فيعني مش قادر اوي يعني اقدر اوصل يعني برضو نفس الكلام هنا برضو هو واضح انه هو بيقول هنا منصق يعني بيتكلم انها بتنصق ما بين قواعد البيانات والخدمات او معظم قواعد البيانات وخدمات يعني برضو موصلناش كتير قوي بس اشغال يعني انا هافترض انه هو ده يعني المثل ودي برضو خدمة قايمة يعني واضح انه برضو خدمة دي مهمة طيب احنا ممكن نسأله سؤال برضو لبأس بيه نقول له ايه نقول له ايه هقول لكم ما ونقول له إكزامبل أو تكون او او إكزامبل ونقول له مين البرامج اللي تستعمل الخدملة اجب إكزامبل سفور افليكيشنز خلاص دات يوز ام اس يتي سي خلينا نشوف مين اللي بيستعمل الخدمة دي تحديدا. نشوف مين ايه البرامج اللي تستعمل الخدمة دي. واضحوا يا جماعة واشوفوا فكرة الزكاة الاصطناعي انت ممكن ان انت تدي اسئلة وتنيقش وتطرح اسئلة فتاخد وتدي معاه. عكس طبعا انت تعمل سيرش وتكبهة سيرش وتفلطر الكلام اللي بيطلع وكده. here are some common examples. مش هنا بيقول لك ايه بقى شوف يا سيدي. هنا بيقول لك ان مثلا مايكروسوفت سيكول سيرفر بيستعمل الخدمة دي. مشي وادك كم مثل كده. خلاص. ان سامري ميني ميكروسوفت انترميز اميكروسوفت سيرفر بيستعملوا الميكروسوفت سيرفر. مايكروسوفت ماتجزينج. ميكروسوفت بيز توك سيرفر. مايكروسوفت شيربوينت. مايكروسوفت انتربيbreت سينجل ساين اون. الساين اون دي مهمة اخرى جدا سيربار تي داتباز. يعني هو واضح انها حاجة مهمة جدا. السيكول سيرفر بيستعملها والشيربوينت بيستعملها آ أي ميكروسوفت سينجل ساين ايين دي مهمة.Wa اول ليه علاقة بدخول اليوزر على الويندوز. واستعماله أبليكيشنز كتير مهمة جدا وصيرت بارتي داتابيز اللي علاقة مثلا بوريكل ودي بي تو وماي سيكول يعني واضح ان الموضوع ان الخدمة دي مهمة وهي منصق ما بين خدمات مختلفة او سيرفوسز مختلفة او خدمات مختلفة او قواعد بيانات متعددة طيب كده احنا وصلنا الى حد ما الخدمة دي مهمة قدية فطبعا دي لازم تكون قيمة فبرده من الحاجات المهمة جدا برضه فكويس يعني هكده بنفهم القصة نيجي الاخر خدمة اللي هي ايه بقى الخدمة دي ونشوف ليه علاقة بايه طبعا انا اول مرة اعرف القصص التفاصيل دي اوب ديت اوركستريتور سيرفوس خلاص دي برضه عايزين نشوف ليه علاقة بايه طبعا يا جماعة هي فكرة ان الواحد يتعمق جوه الويندوز ويفهم بتعمل ايه it manages windows updates if stopped your device will not be able to download and install latest updates يعني حاجة ليه علاقة بتحميل الupdates او تحديثات الويندوز بشكل او باخر اعتقد دي كمان مربوطة بالdewsوس يعني لو دي مش قايمة الdewsوس هيفشل فاعتقد ليهم علاقة ببعض فخلينا نسأل الذكاء الاصطناعي تاني ايه الخدمة دي وعلاقتها بالdewsوس خلينا نشوف كده هي اسمها ايه الخدمة دي اسمها USOSBC نسأله نسأله تاني كده نسأله السؤال What is USOSBC service and its relation هل في علاقة ما بينها وما بين الdewsوس with wsauce service خلاص خلينا نفهم بقى كده هل دي عبارة عن ايه ونفهم ايه العلاقة ما بين الاتنين دول انا ممكن تكون دي متوقفة على دي خلينا نشوف بقى دي بتاعت ايه الزبط ونفهم برضو بصوا جماعة فكرة انا نعرف الخدمات في الويندوز دي مهمة برضو لان انا هفهم كده الخدمة دي بتاعت ايه كده دي يعرفني مشاكل لما تحصل مشاكل افهم ايه الخدمات اللي واقفة ممكن تكون سبب في المشكلة دي فخلينا نسأل ونشوف ايه القصة نفهم الموضوع بالزبط رايح فين وجاي منين طيب ممكن طيب خلينا كده نكمل وهاياخد وقت شوية هنا هيقول لك هي بقى ماشي بزا باك جراون سيربس ان ويندوز دات انابولز كوميكيشن وز ويندوز سيرفر ابديت سيربس طيب يعني هو دلوقتي الخدمة دي بتتتصل بتخليك تقدر ان انت تتواصل مع دبي سوس خلاص تومانيش سوفتوير ابديتس يعني هما بيكملوا بعض من غير الخدمة دي ما تقوم مش هتعرف تكلم دبي سوس خلاص طبعا دي يعني دبي سوس على السيرفر يعني الخدمة دي لو مش ايمة الو اص بي سي دي لو مش ايمة مش هتعرف برضو تكوميكيش مع دبي سوس يعني لازم يكون لتنين ايمين خلاص كده اهو هنا بيقول اهو what does it relation to debug? full name is windows update. ما شة؟ العنائة .وووووووو طيب! يبقى دي الكلاينتkol strengthsSeeeử Weeer labor تبقى يعنى بصوا يا جماعة واقولكوا على حاجة. انت مثلا عندك كذلك؟ فعشان يشتغل يبقى لذ 없이 ال definersive تبقي شغيلة طيب الاياه عاني вниз transcripts1如果 هذه الخدمة مش عادة التي مش دي لو مش شغال على جانب الكلائنط مش هيعرف يكومونيكات مع الوصوص طب نقطة تانية الوصوص سيرفر نفسه وهو مش هو نفسه يعتبر كلائنط يعني دلوقتي هو عايز يجيب تحديثات لنفسه فهيكلم نفسه فلازم برضي تكون ايمع عشان يقدر السيرفر يكلم نفسه ويجيب تحديثات طيب يعني خلينا نكمل هنا باختصار لها علاقة اكتر بانه لو دي مش ايمع مش هيعرف الكلائنط يكلم الوصوص خلاص يعني باختصار هو بيقولك انه يعني دي اللي ليه علاقة بالكلائنط لو دي مش ايمع مش هيعرف يكومونيكات مع الوصوص باختصار شديد جدا يعني فدي مهمة جدا جدا يعني مثلا جالك كلاينت او جالك جهاز علي ويندوستين بيقولك انا ما بيكلمش الوصوص او مش عارف ان انا اجيب ابديت اسم الوصوص يبا لازم تروح تبص عالسيرفرس دي باسمها اس او ليه الخدمة دي اس او يو اس او اس بي سي تشوف الخدمة دي ايمع على الكلاينت ولا لا ولو مش ايمع تقومها وتشوف في الايفنت لوك تبص هل في حاجة او في ايرورز ليه علاقة بالخدمة دي ولا لا فطبعا شيء ممتاز جدا برضو دي انا وصلنا لجزء من القصة فده شيء ممتاز يبقى دي مهمة جدا برضو يعني بص يا جماعة اه 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 لو الخدمة دي مش ايمع السيرفر ده مش عارف يكلم نفسه يعني ده ده بيصوص سيرفر بس في نفس الوقت هو كلاينت عايز يجيب تحديثات لنفسه فلازم تكون الخدمة دي ايمع عشان يعرف يتكلم ده بيصوص يجيب تحديثات لنفسه ماشي؟ دي مهمة بربط طيب خلص احنا كده تقريبا ايه؟ شغلنا له اه 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 اعملنا اسكريبت ده وفهمنا التفاصيل التفاصيل ايه الخدمات اللي هو كان عايزها تمام عشان يشغلها هل في اي حاجة تانية؟ ما اعتقدش ايه اعتقد ممكن نكمل اعتقد يعني ممكن نمشي حاجة بسيطة كده بس احنا خلاص وليدي شغلنا ده عايز بقى يسطب اه طبعا احنا قلنا مش هنسطب والحاجات دي الجزء بقى التاني بقى عايزك تسطب ايه بقى عايزك تسطب شوية برامج على السيرفر ده البرامج اللي احنا شايفينها دي يعني بصوا. هنيجي هنا اهو كده. البرامج دي هو عايزك تسطبها فين. بصوا بقى اخوانا. هننزل تحت هنا. اهو. نيجي فين. نيجي فين. اهو. بصوا. هو هنا بيتكلم على ايه اهو. بيسطب. عايزين نسطب الحاجات دي على الام دي تي سيرفر. بصوا اهو. عايزك تسطب دول. اهو. سطب الايه? والدوت نت فريم ستة. والاج والباورشيل سبعة. والفيجوال ستوديو. خلاص. والسابن زيب والنوت باد. والريبورت فيور. والاركا. كل دا احنا كنا ايه? كل دا شرحنا واحد دا بتاعيه. عشان نشوف اللوكز بتاعت الام دي تي. دوت نت فريم بتحتاج الويندوز. الاج براوزر. باورشيل سبعة عشان لو هنعمل كوماندات او هنعمل باورشيل سكريبتس نقدر نستعملها. على الام دي تي سيرفر. خلاص. وفيجوال ستوديو ما اعرفش برضي العلاقة بايه. السيفن زيب فك ضغط. نوت باد. حارفينه طبعا نوت باد بلاس بلاس. ريبورت فيور عشان الريبورتات بتاعت دا فيسوس. اعتقد دا قريدي ما تسطب. الاوركا عشان اعرف. لو في عندي امس اي فايل اقدر اعرف من خلال الاوركا. ايه الكماندات او تسطبه بشكل صامد. وبعد كده في الاخر خالص. هت اه. يقولك شيء للدي بي دي يعني افصل الدي بي دي عن السيرفر. وبعدها نعمل. دي يعني الكم حاجة اللي هنعملهم. وبعد كده ننهي الفيديو بتاعها. خلينا نكمل. نكمل ونشوف الدنيا فيها ايه. صاري تتأكد انها بقالنا قد ايه تقريبا اعتقد بقالنا حوالي ساعة وتلت وكتير. ماشي. والموضوع مش كبير اوه يا جماعة. هنخلصوا ده الوقت ان شاء الله. هنستطى كل البرامج دي. والموضوع مش هتاخد وقت ايه اصلا. ابدعيا. والموضوع مش هتاخد وقت بسيط. هل بقى يا ترى هو محتاج ان هو يستطى بنفس البرامج دي هنا? لا ما اعتقدش طبعا. ده البرامج دومين كنترولر. فعايز يستطى ده بس على الام دي تي مبدأيا. فعم بوز الفيديو بعد ان نبتدي بقى ايه? ننزل. اه انا رايح على الدومين كنترولر عشان اسطى بالبيج انفو واللوك سكرين. بس طبعا يعني مش ده المهم. هنستطى بقى السي ام تريس. وهواريكو دلوقتي بعد ما نستطى بالسي ام تريس. هنجرب بقى لما نستطى بالام دي تي هنشوف ازاي ان هو بيفتح بيفتح البتاع ده بيفتح اللوجات بيه. يعني هيبقى مش هو اللي هيفتح اللوجات. اللي هيفتح اللوجات هو خلاص هنقول له خلاص هبتدي يسطبه ماشي وبعدين هو كده الراجل قعد بيزبط الدنيا هو كده خلاص سطبنا السي ام تريس. عايزين بقى نسطى بالباورشل سبعة. طبعا الاجي كده كده اردي متسطى بس هو بينزل احدث نسخة يعني. ايه دي الباورشل. فنلاحظ طبعا انه الراجل منظم قوي مرتب نفسه. كل سيرفر بينزل عليه ايه? ياخد وقت شوية طبعا. تمام. طبعا ده عايز اصطب عليه بس البيج انفو وقلنا طبعا البيج انفو مش هيشتغل ليه? ده سبعة قلناها قبل كده يعني. البيج انفو مش هيشتغل لانه فيه خلفية سطح مكتب موجودة. لاحظوا برضو بقت سي ويندوز هي انا مسميها برضو نفس الكلام. هنروح بس نسطى بالبيج انفو واللوك سكرين. كالعادة. بقى كويس الراجل ده الشيء الازيزي الكويس اللي فيه انه هو بيوجه يعني هو مفروض قصلا عامل ام ده الام دي تي لاب بس في نفس الوقت بيقول لي شوية معلومات انا بس ما كنتش عارفها. يعني برضو من الحاجات المهمة. ماشي هنسطى بالبورشل سبعة. وهنضيف كما اوبشن كده هنقول له طبعا انه هو اه 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 اي انا اقدر اخش سيشن باورشل عن بعد ويضيف بقى شوية تفاصيل ونقدر نعمل ابدأ بالدابي سوس اعمل ابدأ للبورشل عن طريق الدابي سوس او الويندوز ابدأ الاب ديت الباورشل سبعة يعني. بس كده هتعمل الانستول. وبعدين يفضل اخر حاجة اللي هو الاتج. هياخد وقت شوية. هياخد وقت حاجة وسيطة تقريبا. ممكن نبوز الفيديو. طبعا هناك ممكن ان احنا نسطب اللي هو البيج انفو. كنا قولناها قبل كده. مجمع ما تقالوش هو الفيديو كله عبارة عن 40 دقيقة فخلاص قربنا. هياخد وهي حتة نقوم بتقريبا. وبعدين نشتغل. اخد له حاجة بسيطة. طبعا الجهاز بطيء قوي ليه بقى جماعة لان انا كنت اشغال ساعتها على هارد مش اس اس دي. وزي ما انتم شايفين الرمات بتاعتها قليلة ده غصب عني. لان انا محتاج ان انا اوزع الرمات بتاعتي بحكمة عشان انا عندي اكتر من. فلازم الواحد يزبط العملية دي. المهم ممكن نجري حاجة بسيطة اهو نقول له مثلا كده اهو. طبعا ما ماناش كوبي. اهو. هنعمل بيست. ليه بالفولورين اللي هو بتاع البيج انفو والاا. ممكن نمشي نجري حاجة بسيطة جدا شوية قدام. اهو. لسه بنسطب سبعة. تمام برضو لسه واضح ان انا لسه ما عملتش اهو. ناشي خلاص سطبنا سبعة وهنسطب بقى اللي هو على البيج انفو والاا. طبعا احنا سطبنا دول قبل كده على الفول سيرفر او اللي هيبقى ام دي تي كمان. والبرايمير دومين كنترولر. تمام? هنسطبهم مع بعض. نفس الخطوات يعني مفيهاش جديد. رايت كليك وانستول. تمام? ونفس الشيء بالنسبة للوقس كرين نفس الحوار. هتاخد لها يعني عجلة بسيطة انا برضو مش قادر عايز اجري الموضوع شوية اهو. اهو. خلاص قريدي احنا سطب نفس الفكرة يعني هنسطب نفس الكماند هناك او نفس البرنامج يعني مفيش اختلافات. السي ام تريس قريدي زبطناه خلاص وطبعا انا سطبتش الاجل اللي انا قريدي مسطبه فيعني خلاص سطبت بس اللي هو الابورشل سبعة والسي ام تريس هو كان عايز دوت نيت فريم وشوات حاجات تانية انا بصراحة ما سطبتاش انا سطبت بس ايه الحاجات اللي اتهمني. انا برضو خفت نيت فريم ستة ده ممكن يعمل حاجة. فانا قلت استنى يعني مش هستطب النوت دوت نوت ستة دي. لان غالبا هو الشركة بتاعته فيها حد ديفلوبرز او ناس مصممين برامج. فهم هم محتاجيني الكلام ده. فانا سطبنا خلاص حوالي ستتسطب البيج انفو واللوك سكرين برضو. تاخد لها وقت. طبعا الدنيا بطيئة جدا. يعني انا حصل معي انه عمل معي كراش اكتر من مرة. بسبب الحكاية دي. يعني اخد مني وقت طويل جدا. اهو. سبعة راستر السيرفر. تمام. فهي يعني احنا ماشيين كده مزبوط اهو. عملنا للسيرفر بتاع الفايل سيرفر اللي هو هيبقى بعد كده اه ميكروسوفت سيرفر دابو دي اس. ممكن نجري حاجة بسيطة كمان اهو. تمام. هنكمل بقى كان فيه لسه كنت عايزة ستب لسه سيفن زيب والنوت باد والريبورت فيور فقا يعني. هروح برضه جيمه ونصطبه. ان شاء الله وعدكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى بداية الشغل بقى. الام دي تي هنفيد نصطبه. ال دبيو دي اس هبتدي نصطبه. نفيد بقى نعمل نسخ ويندوز ونضبط دنياتنا بقى. ماشيين فهنروح على الام دي تي لاب برضه وناخد الكام برنامج دول مع وعد. دول هيبقوا موجودين في الفايلز وبعدين يبقوا موجودين في البركوزت وبعدين يبقوا موجودين في التولز. نروح في دي بلوي هناخد السيفن زيب. هو النوت باد بلس بلس بلس. وهو النوت بات بلس بلس. والسيفن زيب و ومعدين نسطبهم ونقوله ونسطب البرامج دي. بس دي بقى نسطب البرامج واحدة واحدة. مش عاربة انا هنا بعمل ايه? هل في حاجة تانية لانا جات نقصة هنا تقريبا واعتقدش. هنسطب بقى واحد واحد وبعد كده هنسطب الامس ايه ممكن تسطب الامس ايه يعني اللي طبعا بالنسبة لك الاريح والاسهل. الامس ايه هيتسطب بصامت يعني. نستول. ده عشان اقدر افكر الملفات المضغوطة. هي عملي التجهيز. انت بتجهز السيرفر دي. احنا كل ده بنجهز قبل ما نسطب الامديتي على السيرفر ده والده وده قلنا السيرفر ده حاليا هو فايل سيرفر وده بيصص وده اتش سبي. اللي مش عارف ده النوت بات بلاس بلاس بلاس. هنسطبها. ناكست. 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 كده تقريبا نسطب. اه فاضل بس بعد كده. بيبقى كده يعني تقريبا جهزنا السيرفر ده. بس طبعا هياخد بقى شوية. يعني ممكن نجري سوعة كان هعمل بوزل فيديو. ايشي. فكده بقى عايزين نستطب الاركا. برضو مستطبناهوش لسه. فبعد ما نستطب آآ خلاص نستطب بقى وبعد كده نستطب الاركا كمان. يبقى كده احنا زبطنا الدنيا. وستطبنا اغلب اللي احنا عايزينه. ماشي قادي الام دي تي لاب وبعدين الفايلز. وبعدين وبعدين هنروح على الاركا هيبقى مفروض في الاس دي كاي. ماشي. مش موجود هنا اصلا هنرجع ورا حاجة بسيطة لا مش في الديبلوي هيبقى الراجل موجود في الاس دي كي الحتة دي موجودة في الاس دي كي هنا هو موجود في الاس دي كي الاركة هنا تحت مش في الام مش في المايكروسوف الاركة موجود تحت ارابش انا مصمم ليه روح هناك بس مش هو ده خالص اهو وده السيكول برضو مش هو اللي احنا عايزينه ده السيكول مانجمينت ستوديو كل الكلام ده كله برضو لسه هنستطبه بعدين طبعا بس مش دلوقتي مانيح عليا مش ده برضو اللي احنا عايزينه الاس دي كي هو ده اللي هو الاركة انا معرفش انا راح انك بعمل ايه برضو مفيش حاجة معينة هنمشي كده احنا بس هنقف هنا الاركة مفروض ان هو كان موجود في الاس دي كي ونستطبه ودي شوية الكماندات بقى اللي هنستعملها الفيديو اللي جاي هنكمل بقى في شوية تفاصيل كده عايزين نستطبها بس غالبا احنا عاملين اغلبها معمولة يعني انا قريدي كل اللي هو كاتبه في الكماندات دي انا بص يا جماعة الكماندات اللي هو كاتبه دي كلها في التكست فايل اللي هو بتاع الكماندز خلييني كده افتح حالكم بصوا في حاجة اسمها كماندز لا قولنا له open وبعدين فتحنا الكماندز بصوا الكماندز دي انا قريدي الفايل سيرفر مسطبه فضل بس البرانش و البيت لكر مش هنسطبه ده قريدي اكتيفيتد انا نسطب النسخة already تلاتة خمسة ممكن نسطبه برضو فمش محتاجين قوي يعني القصة دي خلاص فخلينا بس نشوف كده هل كده خلاص خلصنا اعتقد اخده خلاص وكده هنعمل restart او هنعمل shut down تحديدا وروح نسطب ال big info على ال domain controller واعتقد برضو ده تم خلاص اه دي الفايلز اه دي اعتقد في حاجة تانية اعتقدش ان في حاجة كمان خلاص ال deploy اه هنا اتبقى انا بحاول فسطب هسطب ال big info على الجهاز عندي بس خلاص انا بحاول اسطب ال big info عندي على اللابتوب عشان بس اوريكم القصة هتمشي ازاي انبصوا لما اسطب ال big info ايه اللي هيجرى هسطب ال big info و اسطب ال look screen انا بصوا دلوقتي هوريكم حاجتين انا دلوقتي بسطب ال big info على اللابتوب بتاعي وبسطب ال look screen على الجهاز بتاعي. عشان اوريكو التأسير. بصوا. يعني دلقت انا سطبت البيج انفو. على جهازي. خلاص? خلاص? ده مش ع او شهين. ادي البيج انفو اهو. مظهر على جهازي. ولما اعمل كنترول الت دليت. بصوا دلقت ايه اللي هيجرى. لما اعمل كنترول الت دليت. او اعمل لوك يعني من الاخر. هيظهر اللوك سكرين اللي انا عايزها. تمام? يعني برضو لسه انا هنا هروح. هسطب اللوك سكرين. هنا هيبصوا. وهنروح على تولز وبعدين. ادي اللي هو بتاع الويندوز تين. ده اللي هيخلي بتاعة اللي هي علامة اسمها اقوله معي. اللي هي بتاعة الانسان الالي دي. هتشوفها دلوقتي. يعني دلوقتي انا خلاص سطبتها كده. ادي البيج انفو تسطب على الجهاز. انا ما كنتش حاطس هنا خلفية خالص. مشي. يعني او مش خلفية نوع معين من الخلفيات يعني. خلاص? لو عملت كنترول قلت دوليت او عملت لوك. هتشوفوا بقى ان الخلفية اتغيرت. يعني بصوا عملتو لوك. بصوا بقى. طبعا ده هيبان بعد كده. يعني هيبان على السيرفور. بعدين الفيديو اللي جاي. انا ما انا عايز عملكو لوك. بصوا بقى دلوقتي حاليا ان اللي هيجرى. اهو. شايفين الشكل ده? خلاص. كده اتغير. وتزبط. خلاص. ان شاء الله الفيديو اللي جاي. هنبتدي نجهز لعملية ان احنا نسطى بالم دي تي. نجهزه بقى ونشتغل فعليا. تمام? فا اه شكرا جدا ليكم. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم معي ثانية واحدة. اشتركوا في القناة